Good morning, my student. I am your English teacher, Hint Chalas, at Alexis Secondary School for boys. This lesson is for Second Intermediate. صباح الخير طلاب. أنا مدرسة اللغة الإنجليزية, Hint Chalas, في ثانوية الأقصى الأهلية للبنين. هذا الدرس للصف الثاني المتوسط. Our lesson for today is unit 7 lesson 4. درسنا لهذا اليوم هو الوحدة السابعة للدرس الرابع. So now please open your student book on page 76. افتحنا كتاب الطالب الكتاب الملون على صفحة 76. Here on this page we have lesson 4. هنانا بهذه الصفحة احنا عدنا الدرس الرابع. أول شغلة لازم نعرفها على درسنا لهذا اليوم انه القطعة الموجودة بهذا الدرس هي قطعة للحفظ. يعني المعاني الموجودة بهذه القطعة مطلوبة منك تحفظها املاء ومعنى. بالإضافة إلى تتدرب على قراءتها. بالإضافة إلى الأسئلة. شك والسؤال موجودة على هذه القطعة بالstudent book وبالactivity book مطلوبة عندك حفظ. خلي نشوف هسا ونقرأ القطعة ونشوف اش عدنا بيها. The title of our lesson. Please keep the rivers clean. Please keep the rivers clean. Means رجاء ابقي الأنهار نظيف. ابقوا الأنهار نظيف. شلون؟ خلي نشوف ليش شبيه الأنهار. زيان. يقول لك إهنانه read the text and match the paragraphs to these topics. يقول لك إقرأ الناس ووصل البرغرافات لهذه المواضيع. A. What needs to be done. B. Water in Iraq. C. The solution. D. Water pollution in rivers. هاي هسا عود كلنا أخذ أجوبته. زيان. خلي نشوف هنانه احنا عدنا باعتبار four paragraphs عدنا أربع مقاطع. عدنا بالبداية يقول لك إراك With these two great rivers running the length of the country. يقول لك العراق مع النهران العظيمان running the length اللي هو يتدفق بي على طول شنو يتدفق على طول البلد. بي نهرين اللي احنا نعرفها اللي هي دجلة والفرات يتدفقون على طول البلد. من شمال إلى جنوب ومن شرق إلى غرب. زيان. Is unable to provide drinking water. يقول لك يعني هاي النهرين العظيمات الموجودة بكل البلد. شبيهم. Enable غير قادرة to provide drinking water. غير قادرة على تزويدهم بمياه شرب. صالحة يعني. زيان. For most of its people. اللي معظم الناس بيها من قادرة توفر لهم مياه شرب. يعني عندهم شحة بالمياه. بالعراق عدنا شحة بالمياه. وهذا معروف طبعا. زيان. There are a lot fewer fish than there were before. وهناك يقول لك شنو عدد الأسماك أقل مما كان قبل. يعني أعداد الأسماك عدنا حاليا بالعراق قد ينخفض باعتبار سنة عن سنة. ليش؟ واحد من أسبابها هو قلت المياه. عندنا جفاف. زيان. The two rivers are polluted with sewage. rubbish and industrial waste. هذي الكلمات أخذناها من الدرس السابق. اللي هي شنية؟ يقول لك the two rivers. يقول لك النهران. are polluted. يعني ملوثة. with. مع شنو؟ with sewage. بمياه المجاري. rubbish. النفايات and industrial waste. ونفايات صناعية. millions of tons and of waste go into the rivers and streams every year. يعني شنو؟ يقول لك ملايين أطمان من النفايات تذهب إلى الأنهار وإلى جداول المياه واللي هي أشبيه كل سنة. this يقول لك this destroys the natural habits of the wildlife and damage our beautiful rivers. يعني يقول لك هذا الشي يعني إنه هاي نفايات الصناعية وهاي كلها شبيهة. يقول لك this destroys هاي تحطم اش تحطم مني اش تهدي مني الhabitus of wildlife موطن الحياة البرية اللي هي شبيهة عن damage وتضر our beautiful rivers وتدمر أنهارنا الجميلة زيان it also causes huge damage to health وأنها أيضا تسبب ضرر عظيم على الصحة the river water must be safe for drinking مياه النهار يجب أن تكون صالحة للشرب fishing والصيد swimming السباحة and boating يعني ما يقصد به ما الحركة القوارب زيان يقول لك we can make our rivers safer and healthier for wildlife and people يقول لك نحن نستطيع we can make نحن نستطيع أنه نخلي نجعل our rivers أنهارنا أأمن وصحية أكثر للحياة البرية ولا للناس شلون يقول لك in fact في الحقيقة everyone should do something كل واحد يجب أن يفعل شيء مائل من to keep the rivers clean ليبقي الأنهار نظيفة شلون first we must أولا يجب علينا شنو stop lettering يجب علينا أنه شنسوي نتوقف عن القمامة شلون يقول لك we can make we can make teams of volunteers to pick up the rubbish to pick up the rubbish along the banks يعني إنه شلون يقول لك نحن نقدر نسوي مجاميع من المتطوعين لتنظيف الأنهار من القمامة على طول ضفة النهار زيان the river will the river will clean itself if we stop lettering النهار سوف ينظف نفسه إذا احنا توقفنا عن رمي القمامة then we can also lead then we can also lead river clean up efforts وأيضا نقدر شنو إنه ندعم الشي اسمه مجهود النهار يعني نحن نقدر بهذه الحال ننظف النهار شلون يقول لك people can people can force the government to do something to stop sewage and waste from factories يقول لك الناس يستطيعون أن يجبروا الحكومة لأن يفعلوا شيء to stop sewage ليوقفون النفايات والweast from factories حتى يوقفون النفايات من المصانع الhospitals المستشفيات and power stations flowing into the rivers ومن شي اسمه ومن محطات ومن محطات الطاقة اللي هاي كلها الوصلا خوين تروح القمامة تروح للأنهار زي remember you are the solution to river pollution تذكر أنت الحل للتلوث النهر if we want if we want to have clean rivers we must have clean minds تذكر يعني أنه شجد يقولك يقولك إذا أردنا بالنحظة بأنهار نظيفة يجب النحظة بعقول نظيفة يعني تنظف عقلك بالبداية بهذه الطريقة إذا عقلك نظيف راح تنظف النهار اللي نحن دائما نعرف النظافة من ينتج بالبداية تجي من الداخل إذا تنظف الداخلك عقلك بهذه الطريقة راح ينعنكس على الخارج راح تكون عندك أفكار أيضا والتأثر راح تقوم الضوج من هذه الحالة راح يكون عندك وعي كافي حتى تعرف مظار هذه القمامة كلها على البيئة وعلى النهر وعلى أيضا الموطن اللي 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 الحيوانات اللي تعيش الكائنات الحية اللي تعيش من نباتات ومن حيوانات بداخل الأنهار أزين هسا خلينا نجي نأخذ النيو vocabulary يسعدنا keep أبقي أو حافظ the reverse الأنهار clean نظيف running يتدفق أو يجري length طول enable غير قادر provide يزود drinking water مياه الشرب fewer أقل polluted ملوث سواج مياه المجاري rubbish نفايات industrial waste نفايات صناعية tons tons streams جداول المياه destroy حط habits of the wildlife موطن الحياة البرية littering قمامة volunteers متطوعين banks ضفة النهر efforts جهو solution clean minds تنظف العقول minds معناها عقول أخذناها زين قلنا موعدنا سؤالين بالstudent book أكو فوق القطعة وأكو جو القطعة زين خلينا أخذ الأول شي السؤال اللي فوق القطعة من قلنا read the text and match the paragraphs to these topics نقرأ وكل باريغراف نعرف عنوانه حنا باعتبار قرينا كان منطيني waters in Iraq what needs to be done with the solution water pollution in rivers عدنا باريغراف اللي هو waters in Iraq حتنا عن المياه بالعراق أما باريغراف تو حتنا water pollution in rivers على تلوث المياه في الأنهار باريغراف 3 is talking about what needs to be done اللي لازم نسوي the last one باريغراف for see the solution الحل انطانا الحل زين عدك جو بالقطعة عندك سؤال يقول لك find words in the text that much these definitions هنا عدنا مراد فاض الشخص الذي يعمل بدون مقابش نسمي volunteer متطوع أخذنا أيضا بيونة السادس هذه الكلمة هنا لإضافة أشياء خطرة للمياه وغيرها من الأشياء اللي هي سمينا pollute يلوث هنا عندك تدرب ربش يعني انه شنو يعني يرمون النفايات فاللي هي شنو معناها معناها litter زين نجي the last one places where animals live الأماكن التي تعيش بها الحيوانات سمينا habitats اللي هي الموطن الحياة البرية هي تسمو زين المحمية مالتون زين now we move to activity book now please open your activity book on page 98 افتحنا كتاب الكرة صفحة 98 here on this page we have lesson 4 هنا عدنا lesson 4 يقول read the text on page 67 of your students book and answer these questions write short answers يقول لك اقراها القطعة وجواب هذه الأسئلة هذه الأسئلة طبعا ما طلوبة من عندك number one يقول لك name the two great rivers of Iraq شو اسمها انهار العراق اهنا نجي ناخذ الحل لان اهنا المجال كلش قصير من طينية فسويت لكم يا انا كتابت لك السؤال والجواب اللي هي the tigers and the efforts يعني دجلة والفرات two name the three negative effects of river pollution يقول لك نطيء ثلاث شغلات سلبية لي شي اسم تلوث النهار لي يشين اقول it destroys wildlife habitus الدمر موطن حيات برية damage the rivers الدمر النهار and damage health والدم الصح ايضا three name two things that can be done to clean up Iraq's river يقول لك سمي اشياء يعني شيئان من ممكن فعلها لتنظيف النهار العراق النهار العراق اللي هي stop littering and force government to stop sewage and waste from factories etc انه التوقف عن القاء القمامة واجبار الحكومة لإيقاف مياه المجاري ونفايات المصانع وإلى آخر etc means إلى آخر four name two activities people can enjoy يعني clean river سمي شيئان فعاليتا الناس يستطيعون فعلها يعني فعلها في مياه الأنهار النظيفة اللي هي fishing swimming 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 and boating and boating ركوب القارب five which three buildings create sewage and waste in the rivers ما هي البنايات الثلاثة التي تصنع تخلق تنشئ كلها نفس المعنى مياه مجاري ومخلفات في الأنهار اللي هي factories المصانع hospitals المستشفيات المشافية and power stations ومحطات الطاقة هذه الأسئلة مطلوبة من عندك اللي هي موجودة نفسها بالactivity book صفحة 98 كف عندك المجال تحل به هذه الأسئلة كفت ما كفت تنقلها بالدفتر وتحفظها بي زي ترجمة نهاية باي باي